أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعدته كل أسبوع رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين المتواجدين في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان القادمين من كل أرجاء العالم حيث قال قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم مع المشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانمه البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصا للأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس اختتم قداست البابا اليوم سلسلة التعليم في الصلاة قال كانت صلاة يسوع أكثر حرارة وقوة في ساعة ألامه وموته صلى يسوع في بستان الجسمانية وهو حزين وخائف أمام الموت وتوجه إلى الله ونداه أبا يا أبتي تعبر هذه الكلمة عن الألفة والثقة بالآب وصلى يسوع أيضا على الصليب وأمام صمت الله نداه مرة أخرى بكلمة أبتي على الصليب صلى من أجل الجميع حتى من أجل الذين أدنوا وصلى وصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني في تلك اللحظة نزل يسوع المثقل بكل خطيئة العالم إلى هاوية الانفصال عن الله ومع ذلك ظل متمسكا ببنوته وحتى عندما لفظ النفس الأخير وقال يا أبتي في يديك أجعل روحي صلى يسوع إذن في الساعات الحاسمة من ألامه وموته ولم يتخلى عن ثقته بالله الآب وبالقيامة استجاب الآب لصلاته وصلى يسوع دائما أمام الآب وفي شركة مع الروح الكدس صلى يسوع من أجلنا وصنع كل ما يجب أن يصنع من أجلنا ولم يبق علينا في صلاتنا إلا أن نقول المجد للآب والابن والروح الكدس كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين والآن تحياتو الباب باللغة الإطالية لأبناء الشرك الناطقين لللغة العربية أحياتو الباب بالتعاف Dean وهموا في دعوت العربية وستنعذ وكأن يستمر لنا عندما نقوم بأجراء للأجلنا ونحسن لنا سراء من خلالهم لذلك وحسن لم يؤمنوا لذلك الحاجة والهم لم نحسن لم يك分ح لنا والآب والنام لأنه تمينيز من شكرا لكم لأنه عبما لذلك من محسن خلالهم لذل تماما ونحسن خلالهم أعضف أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية تتم صلواتنا وتكتمل عندما نسأل عن الآخرين ونهتم لهمومهم وحاجاتهم الصلاة لا تفصلنا ولا تعزلنا عن أحد لأنها محبة للجميع بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر